البداية من اليمن اليوم لجنة برلمانية تتفقد اوضاع النازحين بمخيم سويدا بمأرب ميليشيا الحوثي تحضر لاستغلال الجوامع خلال رمضان لنشر افكارها وكالت خبر طالعتنا بالعناوين التالية خلافات ميليشيات الحوثي تطيح بقيادات امنية من الصف الاول ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اختطافات بحق عقال الحارات بصنعاه اهالي المعلاب عدن يشكون غرق عدد من الشوارع والاحياء بمياه الصرف الصحي البرلمان العربي يدين اغتيال اللواء جواس بسيارة مفخخة شمالية عدن وفي نيوز يمن نقرأ تواطئ اممي يحول مسار المساعدات للحوثي الذي اوجد ظروف المجاعة باليمن رويترز الحرس الثوري الايراني يستعرض صواريخه في الدوحة عدن الغد او ردلاتي الالاف يشيعون جثمان الشهيد ثابت جواس ومرافقي فشل ذريع لهجوم شرس شنته ميليشيا الحوثي في مأرب الحوثيون يهاجمون مصنعا للمياه بصنعه ويجبرون ادارته على وقف الانتاج الاتحاد الاوروبي يرحب بمبادرة مجلس تعاون الخليجي لاستضافة المشاورات اليمنية من الصحف العربية الشرق الاوسط اسف يمني رسمي وشعبي لاغتيال القائد العسكري ثابت جواس تفاؤل يمني وتطلع اممي لنجاح اجتماع الرياض كبار قادة الميليشيات الحوثية يعززون الطرق التخفي خشية استهدافهم وفي الحدث الاخباري الاتي التحالف تدمير تسع مسيارات حوثية مفخخة اطلقت باتجاه السعودية اليمن مقتل قيادي بارز بالجيش اليمني بانفجار شمال عدن وثق 220 قصة انسانية يمني يروي بصور معاناة سكري تعز في موقع العربية مأرب عملية نوعية للشرعية تحرر ثمانية كيلو من الحوثيين بمنطقة العكد واخيرا من موقع فرانس بريس هل تستخدم السعودية النفط كورقة ضغط على الغرب لدعم موقفها في حرب اليمن؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر